لفت جلاش وشوية مربة وهنعمل وصفة حلويات جديدة في منتهى الجمال هنجيب في الاول لفت الجلاش ورقة ورقة كده وهنكشكشها بالشكل ده وهنجيب صينية هندخلها الفرن هندهنها بشوية من السمنة او من الزبدة وبعدين هنحط فيها ورقة الجلاش بالشكل ده كده واحدة ورقة تانية لجاية لما نخلص ايه كمية كلها بعد كده هنجيب تلت كوباية من الزيت او 80 ميلي وعليهم تلت كوباية من السمنة او من الزبدة الدايبة 80 ميلي برضو وبعدين هنقلبهم كده مع بعض كويس وهنحطهم على الجلاش هنوزعوا عليهم كويس بحيث ان كله يبقى متغطي بخليط السمنة او الزبدة مع الزيت هندخلها بقى الفرن على حرارة 180 درجة لمدة تقريبا من رابعة الى تلت ساعة لداية لما تتحمر هنجيب كوباية ونص من الحليب وعليهم بيتين رشة من الفانيليا سواء بودرة او فانيليا سيلة معلقة صغيرة من الخل ورشة من الملح بعد كده هنحط معلقة كبيرة من البيكينج بودر وهنقلبهم مع بعض كويس لداية لما المكونات تختلط بعد كده هنضيف عليهم ربع كوباية من السكر او معلقتين اتنين كبار ولو عايزينها مسكرة قوي بالزيادة بقى ممكن تزوده بس هي كوباية السكر هو يعني تمام مع المرب بعد كده هنجيب كوباية من المرب بقى اي نوع انتوا عايزينوا استعملت هنا مربة الفراولة هطيت عليهم 3 معالق كبار من مية سخنة وبعدين هنقلب بقى كده لغاية لما المية تدوب المربة عشان نقدر نوزعها بعد كده على الوش بعد ما صنية تجلاش هتطلع من الفرن ونسيبها تبرد شوية هنجيب خليط البيض مع الحليب والسكر اللي احنا عملناه وهنوزعه كويس على الصينية كلها بحيث انه هو يغطيها كلها تبقى كلها متغطية بالخليط السائل اللي احنا عملناه دا ممكن كمان الجليش بدل ما نحطه كده وراء بعضه ممكن نلفه على شكل وردات ويتحط جنبه بعضه وبرده نعمله بنفس الطريقة وبعدين هنزين الوش بالمربة اللي احنا جاهزناها ولو على شكل وردات هنحط المربة في وسط كل وردة فيه بعد كده بعد ما هنوزع بقى المربة كلها هندخلها تاني الفرن على حرارة برضو 180 درجة الرف اللي في النص الحرارة من فوق ومن تحت هتاخد تقريبا برضو من ربع الى تلت ساعة بعد كده هتطلع من الفرن هنسيبها بس لما تهدى شوية بتبقى بقى رحتها مكرملة وجميلة جدا هنزينها وممكن ما نزينهاش خالص بس انا زينتهب شوية من جوز الهند والمكسرات المجروشة وبعدين هنسيبها تبرد شوية ممكن بقى نقدمها كده وهي دافية وممكن ان احنا نحطها شوية في التلاجة الاول وبعد كده بنحتفظ طبعا بيها في التلاجة المكونات كلها مكتوبة على الشاشة بالجرام وبالكوباي الوصفة دي جميلة جدا وسهلة وسريعة وفعلا تستاهل ان هي تتجرب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وياريت كمان ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات واشوفكم ان شاء الله المرة الجاي اشتركوا في القناة